السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم هتكادر عاملين ايه معاكم الطالب مادة عادل عبدالعظيم طالب بالفرقة التالتة كلية العلاج الطبيعي جمعت بانها ووضو اسرة نجاح بدون جشع لمادة البايوفيزيكس في البداية لا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا هنتكلم النهاردة باذن الله عن تطبيقات عن الدفيوجن طيب ويعني ايه دفيوجن الدفيوجن دوت انا عاوزك تفتكره بحاجة قبل ما انت بتخش من بوابة الكلية خلاص بتلاقي في حارس امن واقف يقول لك طلع الكارني بتاعك خلاص طيب هو في ناس ممكن يدخلهم حارس الامن دوت وفي ناس ممكن ما يدخلهمش هقولك اه اللي معك كارني هيدخل اللي معهوش الكارني مش هيدخل تمام يبقى ليه ايه هي وظيفة حرس الامن دوت بينظم بينظم عملية الدخول والخروج من الكلية وكذلك احنا عندنا في جسمنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السلز وخلق لها جدار لازم اي سل بيبقى لها منبرين منبرين ديت اللي هو الغلاف او الجدار او الحيطة بتاعتها خلاص فبيقولك في البداية ان اي خلية في الجسم بتتكون من منبرين حواليها الممبرين دوت بيمنع الفريد فيوجين تخيل كده مثلا ان مفيش حارس واقف على باب الكلية تخيل ايه اللي هيحصل هنلاقي مثلا ان كل الناس موجودة جوه يعني سواء مثلا هو من الكلية او لا هنلاقي كله موجود جوه خلاص فبدون وجود الحارس دوت هيحصل فريد يعني الناس كلها فبالتالي هتحصل فوضى يعني مش هيتمسك حد معين مش هيتمسك حد معين مش هيتمسك في نظامه غيره كذلك السلز السلز بيكون فيها منبرين علشان تمنع عملية الفريد فيوجين كلمة فريد فيوجين معناها مرور اي مادة من و الى الخلية بدون اي شروط يعني ممكن مثلا خلية مثلا ما ينفعش يخشها بلد لان نلاقي البلد بيخش لها عادي خلايا مثلا ما ينفعش يخش لها مثلا بروتينات تلا بكمية معينة لان نلاقي البروتينز بتخش باية بكمية كبيرة فدوت معناه الفريد فيوجين يعني دفيوجين مش محكوم يعني ممكن اي حاجة تخش او تخرج من الخلية بدون اي حراسة زي ما بنقول خلاص فبيقولك ان كلمة امبيد يعني بتمنع او بضعوك ممكن تكتبها عندك في الترجمة علشان بس ما اي ما تنساش وما تضطرش كل شوية ترجع تترجم فاحنا هنترجم بازن الله كل كلمة فريدي فيوجين اتفقنا على معناه خلاص اوكسوجين يعني هو في العموم اي خلية اي هي الحاجات اللي بتحتاجها اوكسوجين بتحتاج اوكسوجين مثلا علشان تقدر انها تكون بقى اللي انتو خطوها بقى و هتاخدوها في البيك ميستري بقى وظيفة الاكسوجين في الخلايا بقى يعني اللي هو ايه اللي هو انها تقدر تستخدمه في دورة كريبس او انها تقدر تستخدمها في سلسلة نقل الالترونات او غيره عشان تطلع طاقة ده دي يعني وظيفة من الوظائف مع ان فيه وظائف تاني الدمائي دعوة الخلايا. وكما يعني مغذيات للخلية ديت في خلايا بتتغزة مثلا بتحتاج لكمية سوديوم معينة في خلايا تحتاج كمية بوتاسيوم معينة في فيتامين الذكر وهكذا. وكذلك الخلية لما بتخلص العمليات الحيوية بتاعتها ستنطج عن العمليات الكميائية ديت حاجات حاجات فضلات. زي ما بنسميها للفضلات ديت حاجات ما بيبقاش لها لازمة. فلزلك يهازة تخرج برا الخلايا. فهتخرج ازاي من غير ما يبقى في حاكم. ما غير ما يبقى طيب لو خالية مثلا خرجت الفضلات بتاعها في المسافات البيانية اللي بين الخلاة وبعضها. طيب انا ايه اللي يضمنني ان الفضلات اللي خرجت ديت ما تخشش خلية تانية. اه يبقى لازم موجود جدار لازم يبقى موجود حامي يمنع دخول المواد ديت. يبقى يسمح بدخول مواد معينة ويمنع دخول مواد معينة على حسب حاجة الخلية. وبالتالي عشان الخلية تفضل في الحياة بتاعتها لازم يكون فيه ممبرين. طيب احنا قلنا لو نرجع نفتكر تاني في المثال اللي احنا ضربناه في الاول ان مثلا في مبنى حواليه اه صور. والصور دوت طويل جدا بحس ان محدش يقدر يخش من عليه. بس في مكان واحد هو ان بينظم الدخول والخروج للمبنى دوت. هو البوابة. كذلك في الخلايا. الخلايا بيبقى حواليها ممبرين مغطيها من كل الجوانب. باستثناء حاجات معينة اللي احنا بنسميها البوابات اللي هي البورز او المسامات. المسام دية تقدر تخش المواد من والى الخلية. يعني تقدر تخش الخلية وتخرج منها عن طريق البور ديت. فالخلايا بيقول لك ان البيولوجيكا الممبرين او الغلاف اللي هو الحيا واللي بيحواب بالخلية دوت بيبقى بورص يعني ايه ما فيه فيه مسام. خلاص? اه بيختلف على حسب الحجم والديستي بتاع المواد اللي داخلها. والله هي المادة دية تحجمها هيناسبني ولا لا? هل انا محتاجها? هل البور دوت هل المادة حجمها اكبر من المسام? يعني مثلا لو جبنا مثلا عرض مثلا بوابة وليكن تلاتة متر. وعايزين ندخل فيها عربية نقل مثلا كبيرة ضخمة جدا. فهذا هتقدر العربية النقل تخش في البوابة دي استحالة. ليه? لان البور او البوابة صغيرة ماشي بالنسبة العربية اتنقل وكزلك هنا. البورص برضو بتختلف. دخول المواد brute ايه على حسب حجم المادة دي. وكزلك على حسب الكثافة بتاعتها. فمثلا لو بصينا على الصورة اللي تحت هنا دي فيه مواد قدرت انها تدخل ومواد قدرت انها ما تدخلش. على حسب حاجة الخلية زي ما قلنا. هنا مثلا هي تقدي البورص. ودي في مواد هنا يعني العدد اللي برا على عكس العدد اللي جوه. على حسب الحاجة. وكزلك هنا برضو هنشوف ان في مواد كبيرة جدا مقدرتش تخش وده هنتكلم عنه بالتفصيل مقدرتش تخش للخلايا وفي مواد قدرت انها تدخل على حسب الحجم اللي مطلوب هنا بقى بدأ يتناول الموضوع بتاع الحجم بشيء من التفصيل فهو قام ايه قالك لو الموليكيول دي فيوزنج موليكيول ديت معناها الموليكيول اللي هيخش جوه الخلايا بيقول لك لو الموليكيول اللي هيخش جوه الخلايا دوت اصغر من حجم المسام بتاعتها وانا ضربت لك مثال بالعربية النقل والبوابة ولو بني ادم طبيعي عايز يخش البوابة هيخش عادي انما العربية النقل مش هتقدر تخش لان حجمها اكبر وكذلك بيقول لك بقى ان ايه بيقول لك ان طالما الحجم بتاعها اصغر من حجم المسام خلاص بيقول لك ان الممبرين بتاعها بيقل بيقل فرصة انه واه هيخش وكل حاجة بس هيقل لفرصة انه يدخل موليكيول تاني راديوز افكتف ديفيوجن اريا اند ديكريز ديفيوجن ريت وراكز فيديها لشان بتيجي ام سي كيو مثلا اوضة بتستحمل سبع افراد خلاص دخل فيها خمسة وانا هوت انا ما بدي عايز اخش الاوضة ديت هل انا كده عدد هيبقى الكام هيبقى السادس بدل ما كان في فرصة قبل ما انا خش بدل ما كان في فرصة اتنين انهم يخشوا الاوضة لما انا بدخل كده بقى فرصة انه واحد بس يخش علشان الاوضة ما بتستحملش غير سبع لما انا دخلت بقى ستة وبالتالي مش هيبقى في فرصة غير انه واحد بس يخش فالفرصة الدخول بعدي قلت وبالتالي انها يعني بتقلل من معدل الدفيوجن اما بقى لو مالكيول ملكيول بقى حجمه اصغر ا 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 ده كذلك ما بص هنا اسم الى اللون لا اصفر دوت بيقول لك ان هو مقدرش يدخل اصلا lu الممبرين بص عمل قدامه ازاي عمل قدامه زي بارير بوابة منعته ان هو يدخل اما هنا بص مثلا على كده 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 قدرت انها تخش بسهولة بس ايه زي ما قلنا انها قللت فرصة دخول مليكيولز تانية وكذلك الاحجام بتاعتها بتختلف اهو احجام البورز بتختلف بص حجم البور دي مثلا اكيد يعني مش هيبقى ده حجم البور دوت مثلا دوت اصغر من التاني ولذلك هو استنتق قانون مهمة اوي استنتق قانون مهم بيقولك ان النت فلاكس اوف الموليكيول اللي هي بيرمز لها بالرامز جين النت فلاكس اوف الموليكيولز دي بتاعني عدد الجزائقات اللي بتدخل وعدد الجزائقات اللي بتخرج من اه الخلايا عن طريق سلم مبرين جيفن ان تيرم اوف برميابلتي اوف سلم مبرين هي بتتأثر بالسماحية او اه قابلية الغشاء انه يعدي المواد من خلاله ودواب بيتوقف على حاجتين بيتوقف على البرميابلتي زي ما قولنا وعلى كسافة المواد اللي دخلة في المنطقة الاولى مطروح منها كسافة المواد اللي دخلة في المنطقة التانية طيب هي فين المنطقة الاولى وفين المنطقة التانية المقصوب بالمنطقة الاولى هنا هي المنطقة اللي برا السلم مبرين المقصوب بالمنطقة التانية هي المنطقة اللي جوه السلم مبرين او اللي جوه السل نفسها اللي جوه الخلايا خلاص فاحنا كده لو الوطرحنا الطديقة مエリ وطرحنا الطديقة العدد الجزئيئات اللي بره اللي هي كسافة الجزئيئات ال הזgere. هنا في الصورة مثلا يبان اكتر. لو طرحنا عدد الجزئيئات اللي هي بره في المنطقة واحد اللي بنا نقع لها اللي هي المنطقة اللي بره نكس كسافة المواد اللي في المنطقة الجوجوبة وضربناها في نفاذية السلمنبرين ايه دا ايه نفاذية السلمنبرين او سماحية السلمنبرين. هقول لك سماحية السلمنبرين بتتوقف على هدة عوامل وهنتكلم معناها بعدين منها مثلا نوعية السلمنبرين. منها مثلا الحجم بتاعه. وعوامل كتير يعني وخسافة المواد اللي براه واللي جواه زي ما قلنا. انا دل الوقت لو في قوضة ما بتستحملش غير سبع افراد. هرجع اقول المثال تاني عشان يفاهم لك اكتر القانون دوت. انا لو في قوضة ما بتستحملش غير سبع افراد. وانا الشخص السادس اللي دخلت القوضة ديا. بدخولي انا قللت احتمالية فرصة ان حد بعدي يخش. اكيد. صح ولا لا? فبدل مكان اللي المفروض يدخل بعدي. اه يدخل قابلي اتنين. لا ده لما انا دخلت بقى المفروض اللي يدخل بقى اللي يدخل بعدي هو واحد بس. كذلك في القانون هنا. وهنا حسب على اللي هي عدد الجزئات اللي بتدخل وبتخرج من السلمنبرين. وبيساويت حاصل ضرب اللي هي النفاذية او السماحية بتاع السلمنبرين اللي يعدي المواد ودي بتعتمد على عدة عوامل تانية في السلمنبرين نفسه. في تحاصل طرح الكسافة اللي برا السلمنبرين ناقص الكسافة اللي جوه السلمنبرين. طيب هي نفاذيكة السلمنبرين دي بتعتمد على ايه? قالك انها بتعتمد على نوع المنبرين نفسه. نوع الغلاف اللي بيحوض بالسلم. اتنين بتعتمد على نوع المواد اللي دخلها واللي خارجها. هل مثلا مواد زي ما احنا قلنا مثلا حجمها كبير? هل هي مواد مثلا السلم احتاجها ولا لا اصلا? هل كسافتها جوه? قد كسافتها برا ولا اكبر? فادك مثلا قالك لو الميليكيول زي ما بتقدرش تعدي جوه الميمبرين. فبالتالي يعني بالعقل كده لوجيك ان النفاذية بتاعتها هتبقى زيرو اكيد. ويبقى هنا بزيرو لان حاصل ضرب زيرو في اي حاجة بزيرو. خلاص? فواديات بتحصل في حالة الايه? في حالة ان الميليكيول زي ما قدرتش تخش جوه السيلز. كده ما فيش اي ما فيش يعني ما فيش مواد دخلت ولا خرجت. وكذلك بيقول لك ان لو الميليكيول قدر يعدي من السلم برين بتبقى عالية. عشر اه بتبقى ايه? بتبقى قص نقص اربعة سنتيمتر في الثاني. تالت حاجة من العوامل اللي بتعتمد عليها هي انها تقدر تحافظ على سبات البيئة الداخلية. بمعنى ان الخلية لو بتكتفل سبعة ميليكيولز بس جواها ما تدخلهاش اكتر. يعني بيحاول يحافظ على عدد المواد اللي جوه مقارنة بعدد المواد اللي بره وكل دوت في احتياجات الخلايا. قلت لك ان الخلية لو هتستحمل سبعة بس ما يدخلها شغل السبع جزيئات دمت. انما ما يدخلها زيادة. وكذلك ان لو دخلها زيادة يبقى كده البيئة بتاع الخلايا نفسها حصل فيها خلل. هيظهر بقى اعراض لامراض معينة. انما هنا لما احنا نقول ان خلاص الخلية بتكتفي بعدد معين ما يدخلاش اكتر من العدد دوت. بيقول لك مثال مثلا. انا دلوقتي لو جبت ملح وداوبته في مية. طيب او انا لما اجيب الملح وداوبه في مية. هل اقدر ان انا افصل الملح على المية ده تاني? قال لك ممكن. ممكن بورقة ترشيح. ممكن اسيبه شوية لحد اما الملح يرقد في الكوباية من تحت. ممكن بالتكسيف طرق كتير اوي. كذلك السلممبرين. بيقول لك ان السلممبرين بيقدر ان هو يعني لو في خلايا معينة ما بتحبش يخش لها مواد تانية مع المية. يعني لو المية مثلا دائب فيها مثلا سوديوم زي ما قلنا مثلا ملح الطعام مثلا دائب في المية. خلاص? فبيقول لك ان الخلايا محتاجة المية ومش محتاجة الملح. فبيقول لك في الحالة دية ان الخلايا هتقدر تعدي المية وتعديش الميليكيول. يعني بعض او كسير من اه من اه الاغلفة او الاغشية بتعدي المية. ولكن ما بتعديش الميليكيولز اللي هي دائبة في المية. والنتيجة ان المية تقدر تخش السيل ووتر كان انتر زي سيل. بط زا كومبوننت اوف زي سيل كانت باز اوف زي سيل. والمكونات اللي جوه الخلايا ما تقدرش تطلع براها. وديت في الحالة دية بنسميها ايه? بنسميها وان وي بسج اوف ووتر بنسميها الاوز موزيز. الاوز موزيز ديت يعني ببساطة هي اللي تقدر تتحكم في كمية المية اللي برا واللي جوه الخلايا. فمثلا خلية فيها نقص في المية. يبقى انا كده يبقى يبقى عندي اذراك ان عدد المواد اللي بتدوب في المية او الجزيقات اللي بتدوب في المية او الجزيقات الصلبة عموما جوه الخلية اكبر من برا. وده معناه برضو ان المية برا اكبر من جوه. فيبقى معناه ان المية بتتنقل من الكسافة العالية اللي هي برا للكسافة المنخفضة اللي هي جوه كسافة المية. يعني لو المية بيق برا عالية وجوه المياه ستنقل من بره لجوه وبالتالي ستسمح لها انها تخرج لبره تاني وهو دوت الاسموزس لانه بيعمل ضغط بيدخل المياه جوه الخالية ولكن بيمنع ان المياه تخرج بره الخالية تاني وهي ده تلميذة بتاع السلمنبريا ومثال على كده هو اللينسز اللي اللي بتحطها في هنا الناس مثلا اللي عندها ضعف ابصار او كده وما بيحبوش يلبسوا نضارة فبيتعمل لهم لينسز زي النضارة بالزبط يلبسوها لشان يقدروا يمشو بيها وفي نفس الوقت ميمشوش بالنضارة كشيء تعويضي يعني اللينسز مثلا هبدأ اقول لك ان في اماكن في جسمنا الدم ماينفعش يروح لها بمعنى انت الظوافر بتاعتك من فوق لما بيجي تقصها هل بتوقع دم يعني جيت مثلا كده تقص ضفر حتة من الظفر اللي بره عن الظفر اللي جوه توقع دم مثلا هتقول لي لا استحالة عمرها ما بتحصل طيب ليه يبقى الدم ما بيوصل لها ايه ده طب بتتغزى منين هقول لك بتتغزى بحاجة اسمها الدفيوجن الطبقات الداخلية اللي هي لزقة في الجلد ديت بتتغزى بالدفيوجن من الجلد نفس ومن طبقات الجلد اللي رايح لها بقى دم انما اللي برا خالص اللي انت بتقصها ديت بتبقى ايه بتبقى جزء من الظفر ميت اصلا يعني ايه بيبقى كيراتين ميت اصلا الكيراتين ده نوع بروتين معين ايه وفي مناطق تانية زي مثلا الصاد بتاع الشعر الصاد بتاع الشعر عندنا برضو ما فيهوش دم بيوصل له وكمان عندك العين من بره العين ما بيوصلهاش بلد إذا لماذا بقى ، تخيل مثلا ان فيه شريان مثلا او وريد ما عادي قدام عينيك ايه هتشوف ازاي يعني اتخيل كده مثلا بعد مع دي ما استحال اتشوف يعني هتشوف مش هتقدر تشوف البيئة اللي حواليك لازالك ربنا سبحانه وتعالى خلاقها ما فيهاش بلدسة بلاي رحلة مباشرة طيب هتتغزة ازاي هتتغزة بطريقة اسمها الديفيوجين ديت معناها الانتشار معناها مثلا ان الخلية ناقص فيها مثلا سوديوم وعايزة سوديوم او تقوم طلبها مثلا ان ناقص فيها سوديوم فتتنقل من الكسافة الاعلى للكسافة الاقل وهكذا اللي هي نقل الجزيئات وبالتالي كده وصلها فيتامينز مثلا توصلها بنفس الطريقة وبالتالي قدر يوصلها النيوتريشن او التغذية من الحاجات اللي حواليه فهو بيقول لك هنا اغلب الحاجات في جسمنا ندتلك تلات امثلة بس يعني حاجات بسطا جدا هي لا بيوصل لاش الدم فهو بيقول لك ان اغلب جسمنا بيوصلوا الاكسوجين من الدم السائر في الجسم تمام اا معادة الكورنية الكورنية بتاع العين اا او اللي هي اللي احنا بنسميها لايه القرانية بتاع عينينا قرانية عينينا ديت اا اا يعني ايه ترانسبيرنت سيرفاس لير اوف اي يعني هي الجزء الشفاف من العين اللي احنا بنقدر نشوف من خلاله فمثلا لو كان مشي فيها بلات سبلاي ما كناش هنقدر نشوف زي ما قلت لك كناش هنشوف بقى خيوط او خطوط كده ايه الخطوط دي هتبقى الشرايين بقى فاستحالة يعني تحصل فاهمني فلذلك ان احنا ربنا سحطنا خلاءها انها ترانسبيرنت ترانسبيرنت اتفقنا انها يعني شفافة دازنتو كونتين بلات فيزل تمام اا زي سأل لها وقتو بترانسبيرنت عدم احتواءها على اوعية دموية دوتو اللي خلاها ترانسبيرنت او شفافة لذلك السؤال يجي في دماغك بيجي لها الاكسوجين من اين قلت لك بقى ما نغشيشتك او بيجي لها من الديفيوجين او عملية الانتشار زي ما انت شايف في الصورة هنا هو ده شكل اللينس مثلا بيقول لك انها بيجي لها بالانتشار اا اا هيجي لها بالانتشار من اين وايه凛 اينقيك عينك عينة فيه کلما بقى ما بقى كلما ما تتزنيف اليه اه هو دموع دية اللي بتحتوي علي الاكسوجين اللي بيروح على شان يغزي الكورنية بتاع العين لذلك ان طبقه ديار او طب او طبقه الدموع دية اللي هي بتحوق بالعينين بتحتوي علي اكسوجين تعالة بقى مثلا شوف بقى المشاكل لور وحد عنده كفاف في عينه. الاكسوجين قل. اي بقى كده الاكسوجين قل للاعنيه. يبقى دي مشكلة تلاقي عينه بقى محمرة وتلاقي عينه بتهرش وعمال يدعك في عينه. كل ده ليه محتاج اكسوجين. عينه ما بقاش فيه او تلاقي عينه حمرت. ده معنا ان بقى ايه في بلات صب لا يرايح بقى دي مشكلة كبيرة. دي مشكلة كبيرة. لازالك بقى ياخد اطرة بقى يحطها مسلا كل ربع ساعة او مشابه يعني معلاجات. اه انما بس الفكرة اللي انت تعرفها ان منطقة ان الاكسوجين بيتنقل للكورنيا بتاع عينينا بواسطة الديفيوجين من التير. التير هي الدموع من طبقة الدموع اللي هي عيمة فيها. هتقول لي طب ازاي هي عيمة في طبق الدموع مسلا وانا مش بنزل دموع حاليا. هقول لك لأ في طبقة رفياعة جدا من الدموع محوطة على العين اغلب الوقت. لازالك انت كل شوية ترمش عمال ايه بتجمع دموع كل شوية. وبتجدد الطبقة ديت يعني بتنظف عينك من برا. طيب هيجي السؤال في دمارك. هوا احنا ازاي بنحط لنس او لنس مثلا على العين. وديت طب ما اممكن تمنع ان الدموع توصل للعين وبالتالي برضا هنوصل لنفس المشكلة ان العين مش حصل لها اكسوجين. هقول لك لأ هي معمولة طريقة زي ما انت شايف كده في الصورة قدامك دلوقتي هي الطريقة اللي هي معمولة بيها معمولة زي ايه زي انها بتعدي حاجات من خلالها. اه هنا مثلا هوت في الصورة ديت اهو بيقول لك انها بتعدي مثلا هنا ادرت انها اتعدي الاكسوجين وبتعدي الوطر وهاجات من دي يعني ما بتقدرش الوطر ليها التير اللي هي الدموع يعني مكونات الدموع. فلزلك يا ما تقدرش ما تعديش لا ده بتعدي كل حاجة من خلالها عادي عن طريق الحركة اللي انت بتحركها بالعينك ديت. حركة عينك ديت عملها بتجمع السوائل حواليه او الحواليه علشان تقدر توفر لها الاكسوجين المطلوب. طيب لما باجا نام. لما بتيجي تنام بتقفل الجفن بتاع عينك اغلى في الوقت. او انت طول ما انت نام قافل جفن عينك اصلا. خلاص. فلزلك ما فيش بلينكينج. ما فيش الرمش اللي انت بتعمله بعينك ده. طب وطالما ما فيش رمش يبقى انت مش تقدر تجمع السوائل حواليه علينيك. وبالتالت دموع مش هتتجمع. يبقى انا هخش برضو في نفس المشكلة التالت مرة وهي ان الاكسوجين هيقل. ده لو انت لابس لينسز وانت نايم. لذلك لازم ان تشيل اللينسز قبل ما تنام. ده للناس اللي هي مركبة لينسز يعني ننصحهم بكده. وبالتالي الشفافية بتاعة الكورنيا هتبقى انت كد تكون يعني شخص ممكن يفقدها لقدر الله يعني بسبب الموضوع ده. الجزء التاني بقى من المحاضرة بيتكلم فيه عن الثيرمو دايناميك. اتفقنا ان اي كلمة غريبة هنقسمها. كلمة ثيرمو يعني حرارة. وكلمة دايناميكس يعني حركة. فهي الحركة الحرارية او حركة الحرارة في الجسم. يعني ايه برضو ثيرمو دايناميك? اتزا ستادي اف الريليشن بشيب بتوين هيت وورك يعني هو بيقول لك ان هو علم بيدرس العلاقة ما بين الحرارة والشغل المبزول. الطاقة اللي هي بتطلع. العلماء اه جمعوا اه اه او جمعوا قانون اللي هو فيه قانونين مهمين اوي. اول قانون احنا اغلبنا عارفه وهو ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة الى صورة اخرى. بمعنى ان انا لما جيب مثلا لما جيب باب مثلا مفتوح واجي ان انا زقه بايدي. زقت ايدي ديت اسمها طاقة دفع انا بزق بيها. نتيجة كده الباب اللي كان ساكن اتحرق. فلزالك الطاقة اللي انا عملتها او طاقة تتحولت او الترجمة الباب اللي كان ساكن تاتحرق الباب وتقفل. ورجع تاني الوضع سكون. هتقول لي فقد الطاقة ديية فيني هيقولك لما تقفل فقد الطاقة ديها في صورة طاقة سكون او حرق طاقة وضع. دخلنا في موضوع ان الطاقة دخلت في دائرة مقلقة مش بتخرج منها ولا بتنقطع لان الطاقة دائمة ولا تفنى ولا تستحدث من العدد ولكنها بتتحول من صورة لصورة اخرى انا زقيت الباب بيدي حاولت طاقة الدفع لطاقة حركة تاني قانون تاني قانون بيقولك ان الحركة العشوائية او التغير العشوائي في الطبيعة بيحصل بيحصل من حالة الكلام ده بيبقى يعني في مثال كده الدكتور ضرغو يعني كويس جدا يعني هنقول المثال دوت بيقولك مثلا انت ايه الاسهل بالنسبالك انك اه اه تنعكش القوضة بتاعتك وكالى انك تنظفها يعني ايه الاسهل الاسهل طبعا يعني اغلبنا الاسهل بالنسبال هو يعني انه ينعكش القوضة هقول لك ايه الاسهل بالنسبة لك انك ما تذاكرش ولا تذاكر هقول لك اكيد طبعا يعني اني مذاكرش انا لما بذاكر مثلا ممكن بجهد نفسي ودماغي و هكذا و هكذا و هكذا فلا ما الاسهل بالنسبة لي ان انا مذاكرش هو ده نفس المفهوم عن المثال دوت بيقول لك ان طالما الحاجة بتتحرك بعدم عشوائية بيبقى دوت الافضل في النظام بمعنى ان الجزائيات حركتها العشوائية ديت مع بعضها هي اللي بتوفر لي حتة العمل اداؤه بطريقة صحيحة بمعنى ان لو مثلا كانت الجزائيات بتمشي لينيا كده في خط مستقيم مع بعضها كده و ايه من غير حركة العشوائية بتاعتها لا كان هيحصل دفيوجن ولا كان هيحصل اسموزس ولا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده كله لان ما فيش حركة عشوائية يعني مثلا دلوقتي احنا مثلا هتلاقي ما بين الخلايا هتلاقي سوديوم وبوتاسيوم وماغنيسيوم وفيتامينات ووسط بروضاكت وكل دوت ماشي هو ماشي ازاي ولو ماشي في حركة لينيار لا هو طبعا هيبقى مأماشي الخلية هتعوزه مش طرف تجيبه لانه ماشي زي القطر لحة تجيبه لحة ملحيتش غلص انما الحركة اللي هي الاسبونتينوس او الحركة العشوائية ديت الحركة العشوائية ديت فاديتني انها تبقى تخليه منتشر ما بين الفراغات اللي ما بين الخلايا فبالتالي الخلية لما تعوز تاخد مسلا جزئ معين ولياكم فيتامين اي مسلا ليها هتلاقي موجود لان الاسبونتينوس تعالوا بقى نتكلم عن القانون الاول للثيرمو ديناميكس اللي احنا قلنا عليه ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة الى صورة اخرى هحكي لك حكاية كده يعني قد تكون يعني ممكن ما تخشش في الامتحان بس يعني هو الدكتور ذكرها يعني اللي فهمك مش اكتر القانون دوت اللي اكتشفه هو عالمالمالماني اسمه روبرت ماير سنة 1814-1878 هو من الناس اللي نصوا على القانون ده يعني ماير يا عام كان موجود سنة 1840 موجود على سفينة في جزر الهند الشرقية يعني انا عرف ان التفاصيل ممكن ما تكونش مهمة بالنسبة لك او بس يعني ماشي اسمع بس الحكاية للاخرى المهم يعني هو على السفينة ديت كان بيقرى مقال للعالم الفرنسي اللي هو اسمه لوران لافوزياء ماشي يعني الاسم صعب بس يعني و اكيد مش هيسألك فيه ان شاء الله بيقول لك ايه بقى بيقول لك كم مكتوف المقال دوت ان الحرارة الحيوانات والبشر بينتجوها من جسمهم نتيجة احتراق يعني بتطلع نتيجة احتراق الطعام هو الاول ما كانوش عارفين ايه سبب الحرارة يعني ايهسبب ان انا مسلا و اقعد كده طبيعي ايه سبب الحرارة اللي في الجسم اللي هي الطبيعية ديت انا عايز اقولك ان انت مسلا لما بتكون في الشتا انت لما بتكون في الشتا ليه بتروح تقض مسلا جنب صحابك تتجمعوا مع بعض في حتة واحدة او لما قارن في الشيطة وخشوا قوضة مليانة ناس وقارنها بالحرارة لما تكون القوضة برا من الناس مع ان لا يوجد دفات ولا اي حاجة اللي خلى القوضة جوة والناس موجودة فيها القوضة تبقى قدفة من برا بسبب الحرارة الطبيعية اللي بتطلع من جسمنا نتيجة احتراق الطعام المهم يعني ان هذا الفوزي رجع هذا الموضوع لإيه ان الجسم بيحرق كميات اقل من الطعام في البيئة الحرة ولو البيئة اللي هي البردة بيحرق كميات اعلى لذلك يعني معلومة على جنب كده انت في الشتاء معدل الحرق بتاعك بيبقى ايه بيبقى اعلى شوية بسبب ان الجسم بيابز والطاقة اكبر انه يدفيك خلاص فانا مثلا في البيئة حرة الاحتراق هيحصل ليه يعني ليه هيحصل بكميات كبيرة او انا محتاج للحرارة اصلا انا مش محتاج للحرارة وطبعا يعني مفهوم الحرارة ان الحرارة ديت موجودة بجسمنا برضو علشان التفاعلات كميائية التم في تفاعلات كميائية ما بتتم شلة تحت حرارة معينة فبس انا عايز انا نبيهك للجزئية دي فهو بيقول لك ان معدل الاحتراق في جسمنا بيزيد اثناء الساعة وبيقل في البيئات الحرة زي عندنا في مصر مثلا انت في وقت الشتاء معدل الاحتراق او معدل الحرارة اللي خارجة من جسمك بتبقى اعلى من معدل الحرارة اللي بتخرج من جسمك في الفترة الصيف لانه مش محتاج يدف جسمك فقال لك ان او معدل الطعام بيتحرق اقل بايزة بادي في بيئة حرة على عكس البيئة الباردة لذلك انت بقى ايه اسباب الجوء الليلي بقى في الشتاء بتبقى ما شاء الله فيه لداخل المنبخ ايه بقى يعني ايه داخل يعني مفيش بعد كده داخل اكل 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 كله في الشتاء الجوء الليلي في الشتاء دوت بيبقى دوت ممكن سبب من اسبابه انه هو انت عاوز تدفى فبتاكل علشان الحرق يعلى وتطلع حرارة فاتتب في نفسك بيقولك بقى ايه بيقولك العالم دوت طبعا كان الماني يعني المانيا يعني الساعة يعني البرد والتلج والليلة دي لما كان في المانيا هو جيه ابحارا بقى راح للمناطق الاستوائية ماشي كلمة تروبيكس دي اكتبها ان هي المناطق الاستوائية بيقولك لقى ان طاقم السفينة بتاعه عانوا من حمة جديدة جدا طيب ولما لقاهم بيعانوا من الحمة ديت قام بقى ايه الدوم علاج الحمة اللي هو المعهود او اللي كان في وقتها الدهولهم يعاني بيقولك بقى لما جيه شوف الدم بتاعهم حلل لهم دم فينس من فين خد دم من فين لا يعني المفروض الجزئية ديت يعني ايه هقولها لكم سريعا كده عشان تفهموني اكتر دلوقتي في حاجة عاوزين نثبت انه طول ما الدم فيه اكسوجين كتير طول ما الدم دوت بيبقى لونه يعني ايه بيبقى لونه طبيعي درك يعني لونه بيبقى احمر غامق جدا حتى لما انت مثلا بتيجي تنجرح جرح السطحي ولا حاجة بتلاقي ان الدم طالع مش احمر غامق لا بيطلع احمر يعني احمر فاتح شوية مش غامق قوي اللي هو اللي يميل يميل الى القتامة يعني انه يبقى لونه تقريبا يعني غامق جدا الاحمر غامق جدا دوت نتيجة ان فيه اكسوجين كتير ودوت ما بنلاقيهوش اللي في الدم الارتيريال دم الشرايين وليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الشريان زي ما احنا متفقين يعني معلومة قد تكون انت تعرفها من الاناتومي ان الشريان بيجي بياخد الدم المؤكسة الدم اللي هو او اللي حامل للأكسوجين بيودي للخلايا بعد اما الخلايا بتستخدم الأكسوجين زي ما قلنا في عمليات البناء والهادم وغيره انها تطلع طاقة تقوم مخرجة ثاني اكسيد كربون يقوم الدم برضو واقف يشيل ثاني اكسيد الكربون ويودي بقى في فين او وريد لا يتوديهش في شوريان لا ده بيودي بوريد الشوريان بياخد من اللانجو ويروح يودي او بياخد الدم اللي فيه اكسوجين ويروح يودي للخلايا الفين او الوريد بياخد الدم اللي فيه ثاني اكسيد كربون وما فيهوش اكسوجين خالص ياخده من الخلايا ويوديه للرئة تانية عشان يتاكسد ويمشي في الدورة الدموية خلاص في بقى حبة شعيرات معالينا يعني مش هنحن عايزين بس نعرف دلوقتي ان الارتري الدم اللي بيبقى فيه دارك ريد والفين الدم اللي بيبقى فيه بيبقى فاتح شوية خلاص لذلك لما جي بقى الناس ديت اللي كانوا نرجع بس للطقم اللي كانوا على السفينة بتاعته لما راحت المناطق الاستوائية وخلاص بقى سابوا للمناطق البرد والتلج مرة واحدة بيقولك اللي حصل ان هم عانوا من حمى جيه يشوف الدم بتاعهم بتاع الاوريدة طبعا انت هتتوقع ان دم الوريد هتقول لي لحظة ده دم الوريد بيبقى لونه فاتح عشان ما فيهوش اكسوجين هقولك ده المفروض يحصل بيقولك لا هو لما جيه بص على دم الوريد بتاعهم لان الدم دارك ريد ايه ده هو الدم دارك ريد وده دم شوريان والدم ده ما فيهوش اكسوجين ازاي بيبقى دارك ريد يبقى ايه اللي خلى الدم يبقى احمر غامق كده يبقى فيه اكسوجين طب جيه منين الاكسوجين دوت ايوا يبقى هو كده سدق اقتراح لفوزيه اللي كان بيقراه في الجريدة فيبقى المقالة اللي اراها ديت عن اقتراح لفوزيه طلع صح وكانت بواجه المصادفة طبعا يبقى هو اتأكد له النظرية قالك ليه بقى قالك لان تعالى بقى نشوف تفسير بقى منطقي الجماعة اللي كانوا الطعم اللي معاه دوت لما كان موجود في المناطق البردة او المناطق التلج واجي راحوا تاني للمناطق الاستوائية المناطق الحر جدا احنا خلاص نسبتين معلومة ان الحر في الحرارة او في الوقت الحر بيبقى اقل من الحر في وقت الايه في وقت الساعة عنهم و يتمنحها و نحو أن الحرارة قتل جلب للحرارة س seresم pulling ف coc يعد من مناطق البرد فالثقال من مناطق البرد كسه طالما حراراتج العلي disappearing أخرج و يبقى طاقة اعلى لكي يحضر حرارة لما ودهم صدمهم مرة واحدة بمناطق استوائية لأن معدل الحرق قال مرة واحدة في الجسم نقص معدل الحرق في الجسم الأكسوجين جوه زيت لأن الحرق قال يعني بمعنى إيه المفروض أنا كنت بدخل مثلا على سبيل المثال ألف أكسوجيناية أنا بديه لك مثال وما بتحصلش أنا بدخل مثلا ألف أكسوجيناية للجسم واحد مثلا في منطقة بردة بيستهلك الألف كلهم خلاص والجسم بياخد على قد الاستهلاك طيب الشخص ده بقى اللي هو بيستهلك ألف أكسوجيناية في اليوم في وقت الساقعة دوت جبته حطته في حطة حر مرة واحدة إيه اللي بيحصل له؟ اللي بيحصل له أن الألف أكسوجيناية دوت المفروض الحرق قال عشان المنطقة حر فالمفروض الألف أكسوجيناية اللي الجسم بيستهلكهم هيستهلك منهم خمسين بس ايه ده طب الخمسين البقين هيروحوا فين ايوه هنا بقى انت فهمتني هنا بقى العالم دوت لما جي حلل الدم بتاعهم لقى ان الدم احمر قاطم يبقى الاكسجين ده جمنين نتيجة ان الحرق قال لمره واحدة فيبقى في فاقد اكسجين مشي مع الفين اللي هو المفروض يروح يغزي المفروض يروح بدم فيه ثاني اكسيد كربون يبقى الخلايا كده خلاص اكتفت اكتفت بخمسين قالت مش عايزين الخمسين الباقية فرامتهم في الايه في الفين يبقى حصل للناس دوت بتاعتهم حصلت مشكلة حصل فيها مشكلة نتيجة لكده حصل حم فدوت اظن انت فهمت الموضوع دوت فهو بقى استنتق قانون القانون دوت استنتجه بايه بقى قالك ان طالما كده يبقى انا ممكن اقدر احسب بالقانون دوت ان انا فيه طاقة فيه طاقة في الجسم انت وانت قاعد بتسمع المحاضرة اللي فيه حرارة خارجة منك حتى عن نفسك نفسك بص على نفسك هتلاقي نفسك فيه حرارة فهو قام قيل لك ايه بقى اخترع قانون قالك ان الانيرجي ريليست اللي هي الطاقة اللي بتتحرر في الجسم نتيجة عمليات البناء والهدمة او نتيجة الاحتراق بيخرق طاقة الطاقة ديت هيرمز لها بالرمز دلتا يو هي مش ايو هي دلتا يو بس هي مكتوبة غلط في البيدي اف عدلوها عندكم يعني خلاص الطاقة اللي هي ريليست من عمليات ان انا دلوقتي كالت زي ما في الصورة هنا مثلا واحد كال ايس كريم مثلا واحد مثلا ايه واحد رائق كده في الحرق ام واكل ايس كريم اكل الايس كريم دوت بنعتبرها اكل الاكل دوت بيطلع طاقة بمقدار دلتا يو خلاص الطاقة ديت بتخرج من الجسم على صورتي صورة حرارة وصورة وورك جهد انت بتعمله طب انا دلوقتي قاعده هو بسمع المحاضرة مش بعمل مجهود يبقى انت كده مفيش جهد الجهد اللي طالع منك قليل فهتخرج اغلبه على صورة حرارة يبقى الدلتا يو بتساوي الدلتا يو اللي هي الطاقة اللي بتطلع نتيجة احتراك الاغذاء بتساوي كيو اللي هي الطاقة الحرارة اللي الجسم بيفقدها طبيعيا وهو قاعد كده او ممكن لما بيعمل مجهود بيطلع منه حرارة ناقص الورك الدابيو الورك اللي هو الجهد اللي انت بتعمله اطرح دي من دي هيطلع لك دلتا يو هنا برضو مثال واحدة هوت مثال يفهمك الموضوع اكتر واحدة هوت اكل طعام هو قال لك هنا ايه فود مثلا خلاص ثانية او هنا بقى اثلا قال لك ان فيه فوده فيه واحد اكل خلاص واحد اكل الاكل اللي هو اكله دوت لما نزل معدته دوت احنا سميناها دلتا يو ماشي نزل معدته دلتا يو طلع اول حاجة على صورة حرارة من جسمه هوت اللي هي الكيو اللي انا مشارع لها بالسهم دي وورك مجهود هو عمله هنا مثلا في الصورة دي طفل مثلا اكل ايس كريم ديت اعتبرناها كيميكال انيرجي او دلتا يو الجسم خدها وطلع منها طاقة اللي هي دلتا يو الطفل ده ركب عجلة ومعرفش ايه العجلة دي اعتبرناها وورك وطبعا نتيجة انه عمل مجهود طلع منه حرارة فدية اللي اعتبرناها الكيو فلو جينا نحسب الطاقة بتاع الراجل دوت او المين انيرجي بتاع الجسمه هنطرح الكيو اللي هي الحرارة اللي خارجة من جسمه ناقص الورك اللي هو عمل مثال كمان بيقول لك ان الشمس يعني ده يعني ممكن يبقى اصعب شغل بس بلاش يعني نقوله بلاش بلاش المهم بقى بنكون فهمنا يعني وكده هنوصلنا لنهاية الكزء دوت والحمد لله رب العالمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته